وعقب فرحة أهالي المحتجزين المحررين دارت اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في نابلس وأعلنت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي دخل فجر اليوم وخيم عسكر القديم حيث تعرضت إحدى مركباته للتفجير بواسطة عبوة محلية الصنع كما نفذ اقتحاما مماثلا في مدينة البيرة ودهم أحد المنازل وسط إطلاق للرصاص والقنابل المسيلة للدموع